أول سؤال في المرحلة هذية بشني أخو رايك في زوزنيقات نحكيه دينيا دكتور هل فمّة حساسية من من مس الجثة من التعامل مع الجثة معنا الجانب الديني كيفاش يكون المنظور للحالات هذة فمتش تقصد هل فمّة مثلا مثلا فمّة فتاوي تحرّم اللمس ولا التشريح ولا ما نعرش فتاوي تسمح للتشريح صارت لها في مجامعة مجمع الأسعر وغيره كانوا تسمح التشريح إذا فمّة فايدة التشريح اللي مفيش فايدة هذة كمحرّ عما بذا فمّة فايدة في التشريح مش مشكلة واضح ما يتعرضش مع البرش يجيون يقول للدينيا كيفاش وإحنا نحبوه يقابل ربي صحيح وقال كيفاش مش تقابل ربي كيفاش مش تقابله حتى حد ما يعرف من بعد كيفاش فمّة صحيح وفمّة فايدة بيش تحقّوا يظهر فمّة نونك ماذا بفمّة الفايدة هي بطّقوا بلين بيه التبرع بالأعضاء اليوم برشة وان سماشين للستراتيجي هذي هينشوف الشعار عندك هون مالل رزمون لا ما زال ما عندي تونسي ما زال خليل الثقافة هذي ما عندي شو الثقافة هذية ومع الأسف مع الأسف مع أنتا نلقاه برشة أحياء يعطي كلوة الخوه والا الكذا الحي الحي أما من ميت الحي ما زالت ما ش موجود ما زال مع أنتا الطابو موجود عند التوانسة وكيفاش تحلي الجثة بتاع قريبي وكيفاش كذا وكيفاش مشي قابل ربي وكيفاش كذا ولوركو آآ أنا نعرف الجثة كيش تولي يقول ما تولي نشوف الجثة اللي دوبا مات مه نشوف الجثة اللي عندها شر واللي عندها عام مه كل اللي يجي ولي على الطابو المتبسي ونعرف كيفاش نبدل بعد أسابيع أيامات كيفاش يولي يتلي أشياء تقريبا كيفاش يولي مع أنتا شي رهيب شي رهيب لماذا مع أنتا الدود يأكله وش فهمت بعد شهر فقام عبي بالدود هكا الدود يأكل فيه تقول لي نحبه الله يقعد بعضها بتاعه صحاح وكلوته صحاح وكلوته صحاح كله صحاح الدود يأكل فيه مش لاب مه دونك عليه عليه حرام وطن كالنجم نعطيه كلوة لحد ساق في حاجة لها عنا الفو تقريب وثمانمائة مريض يسلنا وفي كلوة طويق فهمني دونك نو نو انت بريمون ما زال فهم خدمة كبيرة بتاع واعي ما تعرضوش مثلا على اوليائهم في بعض الاهيان تقول له ما تحبش نتبرعه لا ما جاله نعرضه شي تعرف ما انت احنا خسن الوقت الوفاة فهمني يجيك في حالة اه امم وكده فهمني سيبش هو ما زال هكاكة واحد يتقول له برا بنا نجمش ناخو كلوة ايه نزلنا بعض على هات سيب يسر ايه دونك ان شاء الله العباد تفهم يزم وعي يزم برا الميديا لازم حملات توعاوية كبيرة ايوه حملات توعية والعباد تعرف حطوك على الكاردون ديت ايه الملف مهم جدا ونحترم التكتم على الملف نحترم ايضا الجانب القذائي في الشأن هذا لكن مش توضحنا بعض النقاط قضية ايدم بوليفا شاب اللي توفى في الليلة الفاصلة بين 16 و 17 نوفمبر 2019 او ما يعرف بحديثة الماديسون الاقويل كثرت في الفترة الاخرة تقرير ما نعرفوش فحوا صحته نعم هال هو الكلام اللي تنشر واللي تقال واللي زادت فاعله معاه التوانسة انه ايدم توفى جراء ذرر على مستوى القفص الصدري اللي يخلى القلب متاعه يقف بعد ما نعرفش كيفاش نفسره واح تلاع فوقه يمكن افس عليه هل هذي التقرير اللي تكتب صحيح؟ ليه؟ انا ما نجوش نجاوبك سمحني سريت قضاعة بتحقيق مثال قديمة بتحقيق انا ما نجوش نجاوبك على هذا اه يقول الكونه تقرير ما زال مخرج تقرير ما زال مخرج وعلا معني اللي تحكيها ذاك فم تحليل وكذا نتبت قضية معاقد ما كبيرة فيها برشة اطراف وضربوه وكذا وميدياتيزي وفمني قضية راي عام وليه؟ ولدها راي عام فمني دونك اه احنا بالراي العام ولا مش راي العام نتحرعوا بعد قضايا اجرامية فمني نتبتوا فما اول حاجة نعملوه ناخدوا عينات لتحاليل دونك هذو ما ياخدوا وقت اذاك عليش التقرير ما زالك نتفهم سرية القضاء دونك المعلومات اه اطرق ان ديريكتو مول معلومات اللي يقولوا فيها وكذا كل غلطة ده بالتقرير ما زال ما خرش واضح معني الكلم اللي خرج هذي ما فهميش منه بما انه التقرير النهائي اللي يكون ولا ما فهميش باه فما جاوبني برعام امليه على الاقل فما الضغوطات جيت في القضية هذي؟ جميل ما فهميش حتى تدخلات جيتك تليفونات مثلا في الملف هذا؟ اللي يقول لي ديركت بشو نقول لك التليفونات اللي جاتك اكثر لمعرفت الحقيقة ولا لتغيير الحقيقة؟ لمعرفت الحقيقة اللي يسمع وخطر في التلافذ وكذا جات تليفونات خصرنا عند الصحافة فهمتها وسمعنا في الشارة الفلانية قالوا فهم محامي ونظر شكو قالوا كذا هل ترى صحيح ولا لا وعطينا برشة تليفونات فهمني تقريب ما سكوتش تليفون لا ما سكوتش مم فهمني جوابي هو ذا اللي قلته لك بالضبط سرية القضاء سرية ممنوع عليها واللي خرجها ذاك موش تقريرك؟ انا منجمش اقول لك انا تقرير مزل ما خرج هذاك مش متاع ولا ولا منجمش كنت سري ولا لا منجمش كنت منجمش كنت سري هذي تنبيه هذي في القسم عندي من العام اللوفرييه حتى سرية المعلومة الأستاذ مبرز فهمني سرية واضح السرية به دكتور بش ناخذوا فاصل صغير من ثم نرجو نحكيه على بعض الملفات الأخرى اللي هزت الشارع التونس يا نحكيهم بعد شوي على قضية اللهب محمد علي عقيد فتح الملف متاعه من جديد كيفاش تحكيه شنو أصار وشنو الأحقيقة في هذي الكل نحكيه أيضا على بعض الإشعات ولا الكلمات اللي تخرج على ملفات معينة والنقد اللي يكون واللي يكون موجود طبعا في شخصك خاصة وتعاملك في فترة ما مع النظام السابق هذا يبش توضحونا وتحكينا عليه بعد الفاصل خليكم معنا رجعين يا فهم أحلى راديو مرحبا بكم من جديد الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا نرجعنا لكم تقريبا آخر جزء في حوارنا لليوم في حلقة مختلفة حلقة نرجعوا فيها ونحكيه على التب الشرعي نحكيه على التشريح أيضا مع الدكتور منصف حمدون اللي موجود بحذانا حكينا على ملف المرحوم آدم بوليفا ما صحت وحقيقة الرابور والتقرير اللي خرجوا لدوله التونس على الفيسبوك الدكتور منصف حمدون ينفي هذا يقول ما خرجش من عندي حتى رابوري لحد الآن ونحترموا سرية العمل القضائي قضايا أخرى تحكيه فيهم برشا اسمك في فترة ما كانت تحكيه عليه برشا برشا شبهات دكتور الملفات تقريبا اللي يتعامل فيها الدكتور منصف حمدون ما تخليش من من الكلام اللي يشكك في نازيهتك سمحني في الكلمة خاصة في العهد السابق في نظام بن علي يقولوا الدكتور حمدون كان هو اللي يستر ولا يخفي بعض جرائم النظام السابق من تدليس لرابور من تغيير الحقائق من تزوير بعض الملفات علش علش الدكتور حمدون بالذات هو هو محل الشك خلالي دين موضوع كبير فهمتو سيح بعد ثورة توجدت برشا اتهامات ونفهم أنا نفهم الناس الرجيم قبل كان فيه تعديات عن الحقوق وعلى الحريات والسجنة السياسيين بالاساس السجنة والتعذيب وفرماعة حالة تعذيب فمشكون حتى توفى تحت تعذيب والسجنة وبالنسبة لي هو منسان توفى في السجن مية في المية بالتعذيب وشكل شافوا حمدون مع التب شرعي مع التب شرعي ما يقولش لو هو توفى تحت تعذيب دونك هذي الظاهري لدكتور وصلوا حتى يقولوا ساعات فما بعض الحاليات من التعذيب تكون موجود يقولوا يا عايتولو الدكتور حمدون يكون حاضر بش يقول وقته نقصه عليه جميع بش ما يموتش جميع لا كاتيجوريكم ما حضرتش حتى نحن على تعذيب اكبر جريمة عنده بالنسبة لي الاخلاقية الطبية نو جميع 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 في السجون اخطت مخدمش في السجون في منيمي باريب بوتاتر في بعض الطبام سبع ذا برشا حضروش على تعذيب في منيمي انا جميت عمري بصار قدامي حالة تعذيب جامي وعمري ما نقبل باش شوف الحالة دي بشتاح فماش بي علش الاتهامات كان دي ما عليك عني قلت لك حطرة ظاهريا يشوفوا انسان مات تعذيب ومن بعد يظهر لا تعذيب هو اسبب فمني واضح. ما يتجدون لأعذبه. أعرفني. لذلك إنه جدتني. لذلك تتطبيع بشريعه. نعم. أهل أجل. أقبلي السيد عبدالي صدق شام. محمود عقوب. أحبت أجل الآن. أخذت المشعر كمال. أخذت الوقت. أصحبت الأمر تكلم. نعم. اه كنا نفهم الناس الى تتهم يا حمدن. الواقعة الى هي واتوتر. اى تبع. ال تقرير تعمل لواحدك دكتور? ولا فيما لجنة معاكم? انا وقتها كنت مع السادة عبدالذر شاب وانوية فابني وبعده لطلت واحدة وبعده اللي معايا الناس يستوى معايا الدكتور عيال osso nada ما كناش برشا مع انت. هاي صحيح. طويكة والتي كيب كبيرة. فبني اه مين اجي من اكد لك اللي نجي مقوله لك. فبني كونه عمري ما عديت حالة خطيت على حالة تعذيب مهما كان نوعا. واضح. مثلا لا يعقل باش مش حط روح بشر على كتافي مهما كان التدخل مهما كان. مرحو الله. مع انت. جيتك تدخولي. لا اخلاقي ولا تربيتي ولا باش تسمح لي باش نقوم بحالة دي. معطلا الناس ما تصورش راه و باش تدخل تنجب دخل في اي حاجة. الا في روح بشر. سيسيلور معتك كم اه فمتي فيزا في دو واتور كونسيونس. فمني تصور اي سيدي هاي بي. اذا كم عدت اضلمت او ومات ما عادش يتكلم مع اي حد فمني باش تردلي فلان ولا فلان وانتي ف الليل كش ترقد يا سيد. فمت ادي سمبوليك مع انت. سورة واضحة. مع انت كش تعيش حياتك وانتي غابك هاذي المعادلة التي حتتها مع روح. جطة بشر على كتافك. فهمت اكبر عذاب مش فهمت واضح نفع دونك ليه مجلة اشعات اكثر منه اشعات كل اشعات فهمني الا وجبدت في بارشة حساس حتى تلوزة جبدوا فهم دوسي صدعوني فيه وكذا ومعا محمين تاع دردلوم وكسترا واملستي وغيرها وجبنة دوسيات دي كا بركا فهمت حبوا يواجهوك واضح كل كال جاوبوا بدأ رابور واضح واغلبيت الحالات اللي معانتها آآ قاع فيها تدخل والنتيجة كانت مغايرة للحقيقة ملقبش به طبيب شرعي لا حمدون ولا غيره صارت فيه مأماكن اخرى مع طباء اخرين بتاتر الله وعلم ميمة عداوش عطب شرعي هذا مهم الكلام اللي تقوله صحيح والدوسيات عنا عنا الدوسيات والحالات اللي يتعدى عطب شرعي الكل هكي دكتور توضح الصورة وتبرق ذمتك من برشة اتهامات ومن برشة اشعات انه فما ملفات وفما دوسيات يتخدموا من غادي لغادي. يعطيك صح. طوي كان مش قول لك في النظام اذاك في لولو يجيبوا لي حالات منها هذا. لكن كما قلت لك البرنسيب بتاعي هذك هاو. كلقاوك تعمل رابور. تدخلات ترى. اي. صارت لدخلات من من اللي تتصورها في. فما ضغوطات. لا ضغوطات الحقيقة لا. بي اغراءات. اه 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 تهديد ولا حاجة جميع. اغراءات. مي تلميح. عايش كل حالة دي شوف كيفاش. متاعنا. فمني ولا اغراءات. اغراء فما فلوس. اغراءات. اه اه كبيرة. عرضوا عليك فلوس. مش فلوس مي اكيفالان. قول لي دكتور ميسيل اشتوه مشيه مع. اكيفالان فم تعالى. مشيه مع الوقت. اغراءات. اغراءات هامة بشتغير تقرير. اهام. فمني اي. عايش قلت لك يزم فريمونسان يكون عنده اه 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 شخصية شخصية قوية. وقلت ليا دكتور. لا. وفما تناخك اش تقول لا زادا. تعرف اه اه. بتنجم اش تقول لا بالله. هكلي هكاكة طول فمني. ينجم يدرك. يدرك. ينجم يدرون يعني. عايش تقول له مانا النظام صحيح كان ديكتاتوري. بكم هام ديكتاتور. ميش اكله وكان جاء حد داخل يقول له ما نمشيش باللي يقول لي عليه. اه. يقضي عليك نهائي. يقضي عليها بجميع طرق. يتفسخ الدكتور حمدون اي. حقيقة ام السونيش. لان حاولي بوقعتي لا فهمني. ما انا زادا عرفت كمو مي كومبورتي. اه. فمت الحالات هذية. كيفاش تقول لي عرفت. نعرف كيش نقول لا. كم ثانية حاجة ما نعملوهاش وحدي. فمت. اه. كا هذوم يكون نحضر معي قادية. واضح. ما لا. نضمن روحي. صحيح. سيد رئيس مش تحضر معي في القضايا. كل الناس يحمد الله عندي ثقة في كلها. لا لا لازم تحضر. ايه. الهدية اهدية بالذات تحضر معي. اونزرناك. العشية وقت اللي يتحب. ام. نخدمها. وانتي يقضي معيني. ويحضر معي. او كده. 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 فما تقارير قلت فعلي هو ميت تحت تعذيب. بان سور. بان سور. دانيان ما عايتولي في الكاف قضية من عام من وقت بورقيبة مش حتى. امم. مش حتى بن علي. حتى بن علي. في نزال في او كاتر فان سات او مي كاتر فان سات. امم. بن علي جيه في نوفمبر. نوفمبر كاتر فان سات اه. نوقت بورقيبة. انسان ميت تحت تعذيب. واضح. في سليانة. معروفة فهير بتاع بركات. امم. حطوه تحت قنطرة. فمتي جيبهو لي وقتها. وقيتو قال لي القنام لا تحت قنطرة ندر سيكتة قلبية. نلقع مضروب كرتوشة نلقع تعذيب اوكسترات. حطيت كل شي. اللي هو ميت تحت الاثار هادم وهادم. تعذيب ثم كرتوشة. واضح. فمت. عايتولي دانيان ماهم الكاف خطر عاودو حيرو الدوسيات. كل كل هذو ما تجبدو راهو. فمت? محكمت. تقريبا وقتها في عام سبعة وثمانين دكتور قديش عمرك. وقت ما زلتو بطا خرجتها سيستاو مزل. تعتبرها شجاعة ولا تهور في الوقت ذاك. شجاعة ولا تهور دكتور في الوقت ذاك مش تقول لي ولا مش تقول لحقيقة. شجاعة بيسو. شجاعة. لا خطر سيمي برانسي. مع انت ما آآ فمت شنالي عالش. طبع. مع انت بريمانو اللي كاليتي مورال بتاع متاليجيست. يكونوا. قوي. وهذاك. طوي لجون. هذاك فش قاد نعمل. هم. قولهم التكنيك مش مشكلة. حتى تغلط غلطة صغيرة وكذا. تصمو بوزا في دليمايات أو الانترنت. ومي الاخلاق ردوا بالكم. اتنسيون. هو واضح. لا اغراء ولا تهديد. مي هدك حتى بشر. تخاف من حد. هو واضح. هو واضح. بيه. الا السؤال اللي بعده وملف مهم جدا. ملف اللاعب محمد علي عقيد. اللاعب المنتخب الوطني. تعدى قديمك الملف هذا. اللي في الا في اول القضية. سمعنا انه توفى بساقة كهربائية. في الساعة وديه في هادي شفريل 79. بعد تسعة وثلاثين سنيات تقريبا. تحلق برم تياه. والتب الشرايق قال انه توفى رميا بالرصاص. به. اسهل اصعب انه تتعامل مع الجثة بعد سنوات كي من هذي. اللي يا رحمه. باعلي عقيد مع انت. الناس كل تعرفوا. اول حاجة معتا التشريح اللي وقاع بعد وقت هذي الكليكة. ما صارش في تولو. صار في سفاقس. زميلي دكتور سامير معتوق. سامير معتوق. هو سامير معتوق. فمنى. مhwa كمم سلان سكلتة ذم ام знакisan في زرمد على 下. من خلال الفرح ام три مرة. justال jueغوش. من خلال علي كنا كانت بقس من هذا ما فعدان تقليل من التشريح اللي وفي سلام فيد実ي Ev Bür 그 عش порقه طيبا. اللي من كانت تتعامل بفيدي وحا Vie ابراه ف Kaneييي في مؤفي والقس للمنا يظهر هم Wang 매نط به قضية لطفي نجذ المرحوم سنة 2012 قعدت فترة طويلة ايضا بين وفاة بازمة قلبي وبين بسبب العنف طلعت عليه الملف هذا زادة دكتور شفتوا واي ما جانيش اوفيسيالما ما شفتوا كهب تورابي انا الحالات اللي بين بين فمني تعرف ما انت كما قلت لك في التسين فما حالات واضحة فما حالات اللي تنجم هكا تنجم هكا فمني هو انفات العنف موجود والمرض موجود واضح دكار ملابار دي شوز انا فمني تكيف فمني ونجمش في حالك من هذية تقول الموت طبيعية مية في المياه راجل قدم الناس كل الكاميرا تصوروا واحد وليتي تبسي 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 يشوف قدم الناس كل يشوف وفم دي تراس بتاع المرس ده موجود موجود والمعروف عنده انسوزانس كوروناريان ويتطبع ليها وكذا ودونك عملها فاكتوس معنيه كان مثلا سكتة قلبية تكون وقت العنف اذاك يتسمى ميت بسكتة قلبية مش بالنى العنف عنده دور خطر سكتة قلبية فمي عوامل و침ك في فاضتنس عز هيصف قلبية بسفة عامة لم تصير لذيع انساء هو راد مرتاح اي بسين تصير اننى orada 했습니다. اولا يفور اي فور كبير ولل فاجعه لا حاج يز شكرة سمان ولا هز حجات ثقيلة ولا فاجعه ولا فرحة كبير. ومجي بدون فما موجود على القلب اكتب. اي وقتها فاكتب مش ابيه لهم يا يه بهذاب. يا فاكتب. ليت عنده علاما. اننا لديك. مش عمالنا فاكتب الوقت في الفوتاوب وتاعه. المشكلة بتاع. هوا زميننا. وكدا وقي على ضغوطاتها. لماذا قلت لك ميزم شنسات وشارعية تاثر بضغوطة حتي كلمك وزير نحترم مع كل احترام خدمتي خدمتي يقول لك عملها طولة بسي احيش احترام خدمتي يقول لك عملها طولة بسي احيش احترام خدمتي يقول لك درجانس فهمتني واتوفها مع ما عادش يقوم هم سنجل واخد الخبرة مع زملائك واحده عاية لكي بتاع اسفاق سوالة تعطول سوالة كدائي عابنوك افار ميدياتيزي وبوليتيزي مهمة برشة طبع افار تريز اتنسيو هو مسكي دمون تجربة زي دا ومع تغطو كل اي فمني التأثيرات وكالمول وزير نترجم وكذا والله اختمها واحده فلاشي افمتة ادنك عدمها تندي كونديسيون اخرج بدي كونكولوجيون اكتف مشكوك فيه ولا بسرعة فمني تسرر شوي في ام نحن لدي فرقتيزي فمني ام عندي فرقتيزي دكاتو لكذا فمني دونك ام هنا مشكل خبرة اكثر مني كارو خبرة اكثر منه تكوين ايوا فلا اي كارو تريث وفي الحالات هذه احنا حتى في تونس هنا كل كريم ما يجب انشوفه انسو الميتسان صحيح تواحات المرور حاجة بسيطة مش مشكلة اما اذا فم جريمة على اقل زوز زوز اطباء منهم واحد من الكورآن سميوه معتها بروفسور اغريجي ولا بروفسور واضح بيه ضمان اللي نصدقية اي طبعا بيه اخر زوز اسأل انكملوا بيهم الحوار معاك برجع ازل دكتور كملنا زوز واختمنا الحوار بيه فما في ارتيك لقيتو فما زميل التهمة بسرقة عينين تعم توفي وكيتا كيتا كيتا ببان بيبا في التشريح ايوة اي نحن نحن هذي الارتيكل شو يقول غالط 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 ولا هيلة تعال متوفي شكيت ايش كيوي وقاوا حاجة القاولي هم عندو شايني نعم اي اي والقينا اللي القانون يقول انه الطب الشرية عندو الحق يا خلايني اي بلا عندو الحق اي مغير ما يشاوروا العيلة اي مغير ما يشاوروا العيلة ايش انتعرف قانون نيني سنصير نيو اللي العلواء تاكو الله صحيح ولذا عنا قانون تعمار سوحد وتسعين هو اللي اي نظم عان تاخذ عظام عان انسان متوفي امه فامني القانون هذي شيقول ما يقول شنجي ونشاوروا العيلة وقول النجم وناخدوا عدو ولا لا القانون يقول كل انسان يموت في السبيتار العيلة بتاعده بتسمع بالوفاة عند الحق باش تعارض ديركتو ما تقول ما تاخدو شيء بتاخدو شيء كان ما قالتشي فاما رجيسر فعند مدير سبيتار في كل سبيتار فاما رجيسر العيلة عند الحق مش تمشي تحط انا اما نرفض انو ايه تاخدو منو حتى شيء فاميكا الطبيب اللي بشياخو العدو بل ما ياخدو يزمي شوف الرجيسر كان قا فاما اوبوزيسيون ساما معارضة ما عادش عندو الحق باش يمس اذا ما لقاش فاما معاذة انا جميلة حفاظة هذي القانون تنسي شاكور فامني انا اخذيناه على القانون الفرنساوي فامني اولا اهنا دونك بالكورني لكن برشة برشة وانسة وبرشة عائلتهم في بلهم شبه هرب دكتور معانتا جاهلك للقانون ما يمنعش اللي اه فمش معانتا خطرك انتجه القانون را كنتي عندك الحق فامتا واضح اذا بربي شو ما العذال القرنية؟ الحالة هذية معانتا نحيينا القرنية اخذ ما نحيوش كان عين طبب اي شو ما الاعذال اخرين لنجم ما نحيوش العين لا هذية نحيو نثبتها معاك خطر تقول واحد نحييوه عينو مسيكولوجي عانيفة ايواه اه 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 نحيو القسرة البرانية فقط تتاع كل القرنية يعني كل لك حل عرفتو اي القرنية معانتك تحلل العين موجود ما العين بكل موجودة ما تفقش بها تماما واضح اي اي شو ما اعذال اخرين عندو الحق اللي سبيتار ياخذها كل هذا كل اعذال واي كان متصححش الايل في الريجيستر معاني اي اي سبيتار عندو الحق ياخذ القلب اللي الكلوة اي واضح هذي هي النقطة هذة باي تويكا بالمعاملة وعليش القرنية ده هي تعمل واحد وتسعين للتشجيع على الجرفتورغان وكذا لكن فيه نوع من اه كالخضعة تحسها كعسيتك انت يبيدك تقول لي فهمني هالي ما نعرفش القانون استغلال جهل الناس بالقانون نوعا ما فهمه لكن للفايدة اي للمسلحة طبعا معمول الفايدة خطر مرضى سنة راهو مش ناحي قرنية راهو على تويكا قداش يصغير يسنها في قرنية بش يولي يراه كل يولي يراه نجم يرجع يشوف يولي يرجع يتصور معانتا على الوركو ناحيو بريمون القشرة الفقرية كل بتعليه مش لين كله دوك شوف الانترية اللي فيها ده علش القانون جاه اي بقا تويكا طبع تلمو لو يخافوا ولا مش ناحيو كلها يجي شارو العائلة يعلم ما يطبقوش القانون ما انت يقول لك اخي القانون صحيح اسمح لي اما انا تفاديا مشاكل مشاكل وبره اما قانونيا عنده واضح شكرا لك دكتور حمدون ان شاء الله الناس كلك يقيدوا متبرع الكانون دي بتاعهم تحقيقا راهو مهم تصير فايدة كبيرة كلمرضى مساكن للسلحة شكرا لك دكتور حمدون اخر سؤال كيفاش تعرف روحك خدمت خدمتك كومي الفوق مثلا اللي يتخرجوا جدد ولا التبال جدد في الاختصاص متاعك كيفاش تقول لهم راك عرفت روحك خدمت خدمتك كيف ما يلزم كما يلزم مع انت كما قلت لك فما الاخلاق اخلاقيا يزم تكون اخلاقيا قد قد متأثر ام بارسيال هذي كل الاصحب حاجة انت واللي متعلم هاشي بقى فامني تقاش في الكتب فامني سيح الكتب بي احكي ويزيفوها تركوا بساك سي ترامي في الواقع حاجة تعيش الواقع على مش سهل الواقع على وقتبدا عندك بريسيون مجيها وانت وانت في وضعية ولا كذا فامني راه انسان فامني يضعف فامني صحيح دونك انا هذي اللي سايدو للترانسما تقول ما تضعفوش وفامل وضعيتك ولو ناقص ولا كذا اما بتبيعش شرف بتاعك ولا فيزا فيدو وتكونسيونس راهي المخدة ما تسمحكش هذي هي جملة خاصة بي المخدة شنوع حكاية المخدة ترا المخدة هي اذا كان عملت الباهي في حياتك في النهار في الخدمة وخارج الخدمة وكسيترا تهل الناراك تحط راسك على المخدة تودسويت يجيك النوم اذا ما جاكش النوم راجع روحها تنسي وراجع روحك شعملت النهارتك ينجب حتى حد ما يفق بك لا حاكم لا رئيس لا اللي تتصور في بالك مي فوتر كونسيونس بينك بين روحك وقتها في الليل هي وقتها النوم ميجيش دكتور حمدون كيتحط راسك على المخدة بس حمدون طرق الديريكت والعمري خليت حربوشة تعنوه والحمد لله خارق الله هذا كم منه أليرت روش أليرت روش دكتور حمدون شكرا لك على كل هذي الإجابات سعيت جدا انك قربتنا من عالمك العالم الخاص بيك إن شاء الله تكون الفايدة وصلت للناس الناس تعرفت على التب الشرعي ما هوش ميدان خاص بالأموات الجثث لا مش كان الجثث يمثلوا يمكننا جزء أنتيار تقريبا والثلثين هم الأحياء والتعامل مع الأحياء شكرا لك دكتور منصف حمدون بارك الله فيك شكرا كلمة الختام توجه بتاعي كانت تحب تلمذتك للناس كانت تحب تنصحهم لكم الاستضافة بارك الله فيكم على الاستضافة تلمذتي ديما ذوكم عز حاجة عندي تمني إن شاء الله يقعد ديما يحبوني إن شاء الله في القسم طب الشرعي في تونس ممتاز فريق اللي عنا الفرق اللي عنا كلهم معتا ربيهم عالمي واضح واللي نحب وياسر في الإيكيب هو كانوا عايشين نعيشوا أسر خارق الله صحيح أنا اللي شايفة ما نحبش نظهرك يشايفه ونحبش نحكيها حكاية دي تماماً فمني لسه كلكي بعضنا المهم الخدمة تمشي واضح واضح شكرا اللي ووقت الشدة ووقت تعرف صحيح كي مبارح قلتلك الصباح فمني وإلى واحد جا قل يحب الروح هذي كان هذي كان نجم تكون فخور بفريقك والخدمة السعف الوقت فمني وزيد النجاعة معتخذنا بلي في كاسيتي واضح شكرا لك دكتور منصف حمدون رئيس قسم الطب الشرعي والتشريح في مستشفى شرنيكول شكرا لك دكتور شكرا للإنسان أيضا والعازف اللي تعرفنا عليه اليوم والجانب هذي تنسى برشة وسللهم وإن شاء الله كما قال الدكتور تعرفوا أكثر على الميدانة ذاية وإن شاء الله نحن في فرص أخرى تكون موجود بحذانا تحية لكم مستمعين وينما كنتوا داخل أو خارج حدود الوطن شكرا لكم